قرارات النهاردة تنعاكس ازاي على المواطن؟ تنعاكس على عدة جوانب هي الفكرة كلها طبعا ان احنا شفنا فكرة التوجيه الخاصة بالتخفيض بالنسبة لي سعر الدقيق اللي بيتم توريده لي المخابز الساحية احنا هنا هو بنتحدث عن خيف الخبز غير المدعم المدعم خلاص هو معروف الخمس روش لكن دورت مش كل المصريين بيحصلوا عليه لكن هم من يستحقوا الدعم لكن الجزء الاخر اللي هو اصار يمكن مشكلة الفترة اللي فاتت نتيجة ان اصعار طبعا التوريد كان حصل فيها نوع من انواع الارتفاع كانت اصعار التوريد حوالي 8500 او 9000 بتاعت تزيد وصلت لحوالي 12000 جنيه فبالتالي ده العمل يمكن مشكلة خلال الاسبوع اللي فات ده كله لان المخابز بتاعت تتحرك على اتجاهين يا اما كان فيه زيادة كبيرة جدا فيه الاسعار يا اما ابتدى ان هو يقلل بشكل واضح من وزن الرغيف احنا نتحدث ان الاسطاندار تقيبا بالنسبة لوزن الرغيف حوالي 90 جرام ده بالنسبة حتى للمدعم والمفروض غير مدعم لكن فكرة ان يتم التوجيه بان الدولة تتحمل جزء كبير من هذه التكلفة مطبطة بتوريد الدقيق للمخابز احنا نتحدث ان احنا نعود مرة اخرى لحوالي 8500 جنيه والفرق دوت اللي هو من 8500 ل 12000 تقريبا هو دوت المبلغ اللي هيتم تحمله من جانب الحكومة وده بغيرت ضبط الاسعار واستعادت مرة اخرى الاسعار اللي كانت عليها عملية التسعير لغاية اللحظة دي ما نقدرش نقول ان فيه رقم رسمي تطلع لكن التقديرات بتقول حوالي 75 ارش بالنسبة لي الرغيف على الوزن دوت ومن هنا انا هدعم انا هدفع الفرق دوت اللي هو يعني حوالي 3500 جنيه تقريبا دولة هيدفعه من جانب الدولة بس بشرط انا هرائب على الوزن وعلى السعر اللي احنا هنتفع عليه لا الوزن يتلاها فيه ولا رفع السعر والكلام دوت خلاص لانها في المقابل انا شلت حوالي 3500 يعني انا خلاص اجعتلك الاسعار زي ما كانت يعني عاوز اقول ان اصار الازمة دي والارتفاعات الامحة والمشاكل دي كلها خلاص الحكومة تتحملها وفي نفس الوقت انت كمغبز لك ان السعر هيجيلك زي ما هو فطلع للمنتج النهائي الخبز بالوزن وبالاسعار اللي كانت موجودة فيه السوق ده جزء مهم جدا لان يمكن حتى انا كنت بقول له حضايك حتى في الفاصل هو المشكلة كمان مش ان العيش بس ارتفع ان خلاص الغلاء عدوى الناس كلها حتى سلع ملهاش اي علاقة بالدقيق كله راح رافع وكل ما حضرتك تتكلم اعتني يقولك اصلي شفت العيش بيحصى فيه يا سيدي طب انت بتتكلم يعني اجهزك هابا ايه علاقتها بالقامح والراح رافع دي دي اللي خلت الدولة يمكن احنا شوفنا اليومية اللي فاتوا مجموعة بيها من الحملات اللي بيتم عليها ضبط الاسعار ابتدى هنا نشوف فعلا مواجهة بالنسبة ليه التجاري احنا مش بنقول لحد ما يكسبش لكن احنا ضد الجشع ضد استغلال الازمات ضد ان انت يبقى عندك ازمة وتبقى انت هدفك الوحيد ان انت تستغل هذه الازمة ليه جنيه اصلاوات هي دي المشكلة الاساسية لكن الدولة بتحرك عليها جزء الخاص بردو بالمعارض ومعرض اهلنا رمضان دي كمان مهمة جدا ازاي ان بيبقى فيه تعاون بشكل كبير ما بين المؤسسات الدولة وما بين القطاع الخاص لكن بردو مش عاوز اعدي نقطة مهمة جدا المواطن اللي احنا بنكلمه عليه دول مهمة جدا في الفترة دي ازاي ان يكون عنده الوعي الاستهلاكي ازاي ان انت ترشهد استهلاكك فكرة ان حضارك تطلب احتياجات بشكل اكبر بكتير جدا من متطلبات القصة ومن احتياجات القصة ده امر غير مقبول فكرة ان الناس بتجيب قبل شهر رمضان الكريم وده مش بعيدة عن الازمة او ما فيش ازمة في العالم لكن فكرة ان قصة تبقى بشكارة مش عايف ايه شوال ايه كاراتين ايه ما فيش كده في الدنيا هات حاجتك بشكل يومي او بشكل حتى اسبوعي لكن لما حضرتك تروح واخد دخلك كله جاي بيت شوية سلع تومونية مالي بيها البيت كله ليه احنا يعني مش عارف احنا ليه بنعمل كده في نفسينا حضرتك انت بتبقى سبب في زيادة الاسعار من غير ما ما بتشعر لما كل الناس تبتدي تتحرك قبل شهر الكريم باسبوعين ودي بتدي تطلب بشكل غير غير مقبول وبكميات كبيرة جدا انت بتضغط على مورد الدولة انت بتدي فرصة لتاجه ان هو يرفع الاسعار عليك نتيجة ان هو متوقع منك زيادة الطلب ده اشتري احتياجاتك بالشكل اللي فيه الوعي اشتري اللي انت محتاجه بالزبط على اقل مش اقولك سيدي بشكل يومي على اقل حتى بشكل ازوعي لكن انت بتجيب حاجات وللأسف الشديد بيبقى فيه كمية كبيرة من الهد خلينا اقول لحضارك على معلومة سريعة احنا تقيمة حتى واحنا بنتكلم على غريف العيش دوت والدعم والاسعار احنا تقيمة تلت اللي بننتجه بيروح هدر بعد كده وده مشكلة كبيرة في ان احنا حتى سياسات الاستهلاك عندنا فيها كتير من المشاكل اللي محتاجة طبعا يبقى فيها نوع من انواع الترشيد اشتركوا في القناة